نزي كفام الإدعاء الأولى في تونس تونس يوم الإثارات يشالك يونس ولكن الأنفاق أمام المطار المحول كبير مشروع كبير هو متقدم بنسبة 75% اليوم أهم حاجة هي الأنفاق اللي موجود وقدامه اللي لدينا فيها خدمة تقريبا عامين ولا عامين ونص الأنفاق هذي بش تخول تقريبا 80% من السيارات ومستعملية طريق قدام المطار أنها تتعدى مباشرة وبالتالي أي سيارات جاية كسوى من المنزه وإلا من باردة ولا غيره متجهة إلى المرسى وإلا البحيرة ولا غيره فإن في الاتجاهين إن شاء الله ما فهم حتى مشكل تمر بدون أدنى معناتها تعطيلات وهذا بش يسهل وخفف اختناق المروري اللي لحظناه مع الأسف وإحنا نتأسف عليه معناتها اللي صار نحب نأكد على حاجة هذه خطوة كبيرة ونشكر كل المدخلين كسوى للمقاول وكل المدخلين ومكاتب الدراسات ومكاتب المراقبة والإدارة الجهوية والإدارة المركزية وكل المدخلين وحتى المستلزمين العموميين للتسريع في هذه الأشغال ولكن نأكد أن المشروع ما زال متواصل ما زال له بعض الأشهر فإنه بطبيعة حالة توخي الحذر في استعمال الطريق ولكن خطوة كبيرة برشة نهنيوا بها التواسع لأنه هذا في وجه تونس في وجه المطار وهذا يتيه مهم جداً مشروع على غاية من الأهمية في العاصب بالفعل احنا توخينا منهجية مهمة منهجية بمعناتها على مراحل المرحلة الأولى اللي مشينا فيها هو خلينا نكملوا الأنفاق هذه المرحلة الأولى انتهينا منها اليوم في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر قادمة إن شاء الله نكوننا إذن الأنفاق تحت الأرض توى فوق الأرض مباشرة وبالتالي لجيراتوري لرمبوان لقدم مطار وإحنا ديجاب دينا وتشوفوا فما معانتها درمبوان مهيئين معانتها تهية حتى معانتها مناطق خضراء وغيره هذه تنتهي إن شاء الله في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر في أول 2020 وعننا قناطر مهمة جدا وهذه زدناها في المشروع بشتهزنا من قدام المطار إلى طريق سكرة وإلى الشرقية هذه بحولها تنتهي في منتصف 2020 فأنه المشروع بتمامه وكمالي اللي تكلفنا تقريباً 60 مليون دينار سوف يكون جاهز بحولها في بداية شهر جوليا القادم 2020 إن شاء الله شكراً لكم شكراً لكم